اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء لمواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين بما يسهم في السقطاب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها ان تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وبما يخدم اهداف التنمية المستدامة المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم السيد يوسف علي رئيس مجموعة لولو حيث اشد سموه بتوسع مجموعة لولو في البحرين الذي يعد انعكاسا حقيقيا لحجم تنامي تجارة التجزية في المملكة واستعابها لمختلف الاستثمارات المحلية والخليجية والدولية ودورها في خلق فرص عمل نوعية من جانب عرب سيد يوسف علي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكية ولي العهد ناب القاهد الاعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما يبديه سموه من اهتمام بتطوير بيئة الاعمال والاستثمار في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر